اشتركوا في القناة واسمو الشيخة نيلة بنت حمد الخليفة نائبة رئيسة مجلس أمناء المبر الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلام البحرية هذا وتفضلت سمو الشيخة حصة بنت خليفة بتكريم الفائزين على المستوى المحلي حيث فازت أسرة السيدة ابتسام يعقوب لوري بجائزة أفضل أسرة منتجة عن مشروعها لإنتاج الحقائب اليدوية فيما فازت السيدة عواطف حسن البلوشي بجائزة أفضل منتج بحريني عن مشروعها لمنتجات فنون النقدة ومنتجات النسج اليدوي كما وفازت شركة يوسف بن أحمد كانو بجائزة أفضل داعم وراع لمشاريع الأسر المنتجة المحلية كما تفضلت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بتسليم الجوائز لممثلي سفارات الدول الفائزة وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والذين تسلموا الجوائز نيابة عن الفائزين وعرب سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وتنمية الاجتماعية عن أسماء آيات الشكر والتقدير إلى سمو قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لحرص سموها المستمر على تشجيع الأسر المنتجة من خلال جائزة سموها منذ انطلاقتها الأولى في العام 2007 رغبة وإيمانا من سموها بتمكين الأسرة البحرينية وتطوير مستواها المعيشي مؤكدا أن دعم سموها اللامحدود أسهم في الارتقاء بمستوى منتجات الأسر المنتجة مؤكدا أن تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام بمشاركة فاعلة مع المرأة والأسرة البحرينية تفتخر مملكة البحرين بإنجاز الأسر المنتجة التي انطلقت قبل أكثر من 15 سنة بقيادة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيتشة بن تبراهيم الخليفة التي دائما تطلق مبادرات لدعم الأسرة ودعم المرأة البحرينية فكانت هذه الحقيقة من أنجح المبادرات لأطلقتها صاحبة السمو الملكي وجالسة تطور سنة وراء سنة وتكثر العوائل التي تسجل عندنا في خطوة برنامج الانتاج المنزلي التي بلغت أكثر من 1450 أسرة عندها رخصة العمل من المنزل والانتاج في تطور مستمر وطلب مستمر من السوق وكثير من حملت ترخيص العمل المنزلي أو الخطوة أصبحوا يملكون سجلات تجارية ودخلوا في مجال ريالة الأعمال وأسسوا أعمالهم الخاصة في مملكة البحرين أشكر صاحبة السمو على دعمها لنا وتطوير منتجنا ودايما استمرت الدعم للأسر المنتجة وحبيت أني أشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد جيميل أحمدان ومجمع العاصمة وبرنامج الخطوة اللي يخلونا أن أنا أنجح أن أسوي أحسن منتج للأسر المنتجة أشكر الأميرة سبيتا على التكريم الجائزة وأشكر وزارة التنمية وزارة العمل ومجمع العاصمة ومركز الخطوة على دعم اللي يحفزنا حق نقوم بأعمالنا اليوية إن شاء الله تكون أطور وأفضل في إنتاجاتنا اليوية بذن الله ترجمة نانسي قنقر